السلام عليكم الاخوان والاخوات. اه اليوم اغانديرو اغانشرح لكم اه دومونت الفيزا بالنسبة للناس الالمانية اللي غانبشو الالمانيا سواء التجمع العائلي اه توريست او لا اه الطالبة اه دومونت الفيزا كتلقاوها في اه سيت ويب ديع القنصلية الالمانية برايبات انا اغاني احط لكم التحت اه اللي عندي علوه باش تقدروا تامبريميوها اولا كتتاخدوها من القنصلية هنا سلساكنين قراب القنصلية قدروا ياخدوها تماما مهم كتحتاج جوج ديال هاد دومونت هي دومونت في اربعة ديالوراق كتحتاج جوج دونك تمانية كلها واحدة منا على بركة الله اه الفيزا كتعمرها هنا بين اسمية واسمية العائلية الشخصية في ساكنين في مدينة وهنا الدولة هنا الجنسية ولا كنتم شي جنسية قبل هنا يا سيتياتيون فاميليال واش سليباتي ولا فاعي غاتس ولا مغيية هنا كنتم مغيية كتكسبو الشهر من ناش والعام هنا يا تباغتونا يا انجستخي هنا كنتم حلم خطوبين ولا هادي كتديروها تماما هنا كتعم ام كتتعمروا حاجة واحدة من هادو كاملين سيتياتيون فاميليال ديالكم اه سيكس ما فامينا ولا مسكولين هنا اتيب دو كمون دو وياج هو الباسبور اه اسمي الرقم ديال الباسبور ديالكم ام تاخديتوه يمتا اخديتوه وتسالين المدة الصلاحية ديالو ومنين اخديتوه هنا ما ياخديتوه كتكون مكتبه في الباسبور واش مقاطعة ولي عاملة تكشي اللي كوم مكتب فيها كتديرو تساعد ويسك سبوت ما هادي تساعد تساجوه بالنسبة للمغاربة ما ما كيناش هاد القاضية هادي حلو ما اصلا مغاربة عندكم الجنسية لونكم عندكم ش شغل اقامة هادي بالنسبة للمغاربة اللي عايشين على اوروبا قدلقى عندو واحد اقامة فيها تلسنين ولا خمس سنين هادا كتكون عندو اقامة حيث اجنابي موما هدي ماكيناش كتخليوها خاوية تخليوها خاوية هنا لادريسية لكم الحالية الشارع والنمرة ديالتار الكوت بوستال تليفون الامايل هنا هي بالنسبة للناس اللي عندهم التجمع العائلي وما اللي كعمروا هاد الخانة هادي هادي يقدر عمرها كلهم خصومي عمروها مكتوبة هنا لتحت بانا مخامة غاديش وخامة غاديش يمشيوا معاكم الالمانيا غايب قوز عمف المغريب دار واكس عمرها هنا فين عايشين معلومات عامة على الزوجات والزوج ديالكم هنا على الابناء هنا على الوالدين هنا يا واش فينت فايزين عيشو في المانيا لانتو فايزين عيشو في المانيا كتبولوا يوم وي وكتبولوا يوم بالضبط فين الوقت شهر و السانة بتالين وفين المدينة فين كتبوا ساكرين وتقدروا تكتبون الامتال كامل الى قددتكم البلسة. تكتبون الامتال بالضبط في ان كنتوا عايشين. الى ما كنتوا مع عمركم كنتوا عايشين بالمانيا كنتكتبون الام هنا. وصابي. هنا كي يقول لكم اه فين فين ممكن من المرتقب غد انكم غدتعيشوا. بالنسبة للناس اللي عن اللي مزوجين غايمشوا عند عند ازواج ديالهم. كيكتبوا هنا الادرز ديال ازواج ديالهم فين عايشين. وصابي. بالنسبة للناس اللي ما. اللي ما عندهم لأزواج اللي هو غايمشي بقرايك كيكتب اسمية ديال المدينة. وصابي. وفين غادي تسكنوا. كساعة كتشوفو انتم ما فوش غدتشون غايت تسكنوا في بيت ولا في بارتما ولا هادي. بالنسبة للناس اللي عن من ازواج ديالهم معار في رسمهم غايمشيوا تسكنوا. كيكروشيو هادي ابرتما. وبشحن من بيت فيها. بيوت الى فاكتبو هنا تجوجو لثلاتة ولا رضا. اه هناك يقول لكم الا عندكم اه اه عندكم الدار في في المغرب ولا هادي. وش غا تخليوا. وش غا عندكم الدار من غير المانيا. ما شغل المغرب من غير المانيا. غتخلي وايب سميتكم زي ما وما غزي بيعوه موالي ولا اذي. الى عندكم غزيقولو اه ما عندكم اصره ما غزيقولو لا. الى كانت عندكم كاز قولو فين بالطبط لما كانش عندكم را كاز كسبوه نون وصافي. هنا كي يطلبو لكم كي سولوكم واش من المرتاقب غيمشيو معاكم يرافقوكم العائلة ديالكم ولادكم اخوتكم ازواجكم او لا الوالدين ديالكم. تكروش يولي منون وصافي. هنا شنا هو اه شنا هو شنا هو الهدف من الاقامة في المانيا واش غزي تخدمو ولا قرايا ولا خدمة ولا اديرو لكو ديال المانيا ولا غيقوب من فاميليا الا كانت شي حاجة اخرى من غير هاد خمسة ديالحواج كاز قولو لهم بالطبط شنو بخي هادو بتطبط شنو اي شنو الحاجة اللي غتديرو بالطبط في المانيا. هلا كانت خدمة هنا را كتكسبول من خدمة تالين غتخدموها. هنا يا هادي كتكروشيوه لك انتو غتمشيو لالمانيا للمدة قل من عام كتكروشيوه لهم بانكم ما عندكمش ما عندكمش النية انكم غتبقاوا في الالمان كثر من عام. هنا كتكسبوه الناس اللي هلا با قسمجيي عندي الازواج ديالكم كتكسبوه لهم لادرة زيال الازواج ديالكم وكل شي كتكسبوه لهم مدراتة غتكسبوه لهم مدراتة لي غتكسبوه لاتقراءو جامعة كتكسبوه لهم اي حاجة هنا ولا خدمة. هنا ايلا كنتو تعلمتو مشنو. ايلا كنتو خدامين واحد لخدمة وتعلمتو خدمة اخرى كتكتبوه لهم الحاجة اللي تعلمتو در تكون ولا دي تعلمتو شي حاجة كتكتبو لهم شنو الحاجة اللي تعلمتو هنا ايلا ايشنو المدة المرتقبة اللي غتبقى في المانيا اليكنو غتمشيو تجمو العائلية را كتكتبو لهم مكت خدخليو لهم خاوية ولا غاكت بارعو ولا كتخليوها خاوية ايلا كنتو غتمشيو واحد الفيزا توريس كتكتبو لهم بيتو تمشيو بحلبة من شهر الساعة لشهر تسعود ولا هذي كتكتبو لهم مش حال بغيزو هذي بالنسبة الفيزا اللي كتكون ما كتكونش دائمة اه كتكون كوتام اه هنا بالنسبة الناس اللي يديرين تجمع العائلي كيكتبو هنا الزوج ديالي او الزوجة ديالي هما هذي كي يقول لك شنو بحلبة يقول لكم مصدر اللي عايش ديالك من اجل غز عيش في المانيا كتكتبو لهم الزوجة ديالي ولا الزوج ديالي ولكن عندكم مشي واحد العائلات ما كتكتبو لهم اللي غادي يصرف عليكم في المانيا في كلامة اللي غز مشيو غزكتبو السمية ديالو هناك يقول لكم واش عندكم واش عندكم اه لاسيرونز مالادي في المانيا كتكتبو ليهم بالنسبة الناس لي عندهم الى ازواج ديالهم في المانيا وعندهم الجنسية كتبو الم ganz Mm حيث색 الرحسب الزوج دياله كتدخول كتبو لي عندك melt ما في مهم انك تدخول الالمانية كي كتدخل معا في الن vind we can sign my عندكم شي كانوا عندكم شي واش فايزين تشديدو تخلصو الحافس ولا شي حاجة واش عندكم اذك اه اش كي يسمون سيتو مون واش فايزين عندكم شي حاجة مع مع الحافس ولا هدي قد قلهم اه الى كان شنو اينا اينا بين اللي كانت وادي وادي وكل شي هنا واش فايزين خرجوكم من المانيا واش كنتو بالمانيا وخرجوكم كتقول لهم الله هنا يا واش عندكم شي مرض ولا شي حاجة اللي خيبة كتكسبو لهم هنا نون نون ولا ناين نون ولا ناين هنا كديرو المدينة في انتو ما كتكسبو غابات والتاريخ وكتسنيو هنا يا كتسنيو وصعب هالشي اللي كان وكنتمنى انكم تكونوا استافتوا معانا وان شاء الله وشكرا للمشاهدة وانا غا نعطيكم الوراق الاخرين اللي مطلوبين بنسبة للتجمع العائلي الوراق اللي يديو معكم نهار الرون ديفو كاملين سلام عليكم